السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده انا عامله عشان ارد على اه سؤالين. اه جمع البيج وتكرروا. اه وبسرعة عايز ارد عليهم وترجع لمذاكرتك. السؤال الاولاني بيقول هو مستر دلوقتي انا حافز جمل لموضوع دار. وجمل لموضوع اه مش دار. اه 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 مفيد. وجمل اختراع. وا وا وا. اعمل ايه لان انا سمعت اليومين اللي فاتوا دول كلام. بيقول انه الجمل دي ما تنفعش. لازم اكتب بايدي وما ينفعش اكتب جمل محفوظة. هقول لك الكلام اللي انت سمعته ده اولا اه اه مش جديد. ده هو ده العادي. انه ما ينفعش من انا ادخل من الامتحان اقول ايه? انا حافز جمل عامة هكتبها. جمل اللي موضوع لطيف. مما لا شك فيه ان كزا لطيف وكزا زريف وكزا جميل وكزا واو حلو. الكلام فيه ولا مش عارف ايه كزا واحش وكزا. لا 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 لا. ما ينفعش برضو. طيب يا مستر الجمل دي اعمل بها ايه? كالترخير اللي حفصالك اولا. ونبدأ بقى نتكلم من الاول. اولا ايه الكلام اللي يتقال? لازم استفيد بيها. مفيش وقت دلوقت لتغيير طريقتك. مفيش وقت انك انت نغير الطريقة دلوقت. امال هنعمل حاجة صغيرة بس هنعدل. ان انا عايز اقول لحضرتك انه في جميع لغات العالم لما اجي اكتب الرايتنج بتاعتي لما اجي اكتب موضوع باكتب اجمال يقوله كده بالعربي اجمال ثم تفصيل يعني جملة عامة ثم تفاصيل بدل ما حضرتك ترزع مجموعة جمل وراء بعض جمل عامة اللي هي كزا حلو كزا جميل وكزا الله لو سمحت لا اكتب جملة عامة ثم جملة او جملتين تفاصيل تشرح من عندك جملة عامة تفاصيل جملة عامة تفاصيل يعني يا مستر يعني جملة عامة انت حافظها اكتبها ثم جملة تفصر يعني مثلا لو انا قلت اول جملة كان يويماجين لايف حافظها دي كان يويماجين لايف هل تتخيل كان يويماجين لايف ايه الحياة in the absence of water في غياب المياه مثلا مثلا انه مش نوقع مثلا وبعد كده تروح ايه الجملة ايه اه اه بقى. انت كنت تحفظ الجملة الاولانية. قول جملة بقى من عندك مسلا. قولت بتعمل ايه? صور صوف ايه? وهكزا بقى. تفضل شغال بالطريقة دي. جملة وراها. it plays a vital rule in our life. يلعب دورا هاما في حياتنا. مصر كلها حفظها الجملة دي. طب خلاص اكتبها. بعد كده طب يلعب دورا هاما بيعمل ايه? هاتلي حاجة من اللي بيعملها. وهكزا. في النهاية جملة عامة. عام تفاصيل. عام تفاصيل? عام. واسكن. في النهاية تروح قيله مسلا. مسلا. last but not least. واخيرا وليس اخيرا. we are not exaggerating to say that. نحن لا نبالغ انما نقول. مسلا المياه is a very important topic. is a source of life. مصدر للحياة. جملة انت ايه? حفظها في النهاية. يبقى انا كل اللي انا اقول لك وبسرعة اهو عشان ترجع لمذاكرتك لو سمحت. لو كنت حافظ لو كنت خلاص انت متضرة بتكتب كويسي بقى تطلخيرك. لو كنت انت بقى من النوعية اللي هي حافظ جمل ضرة وجمل اه اه نافعة وجمل مش عارف ايه وهخبطها في اي موضوع. لا اه لو سمحت اه تصرف بالطريقة دي. جملة عامة جملة supporting. يبقى في الاخر خالص المنظر الاتي. general sentence جملة عامة. وراها supporting sentence واحدة بس او supporting sentences. يعني ايه? جملة او جملتين. وهكزا 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 لغاية في النهاية جملة general جملة ايه? عامة. تمام? طيب السؤال بقى التاني. احنا كده خلاص. حلنا مشكلة لو كنت حافظ جمل وحتوزحها على بتاعتك. اه السؤال التاني بقى. السؤال التاني هو مجموعة اسئلة. بس اهمهم ايه التوقع? انا يا ابني عايز اقول لك يعني ايه التوقع? يعني انت بتعمل لنفسك مشكلة كل شوية تخلقها ونجري وراها. اه والبعض بيساعد عليها اللي بيتوقع. لا هو يعني انا دلوقتي كنت احافظ جمل عامة وطلعت غلط. طب افرد دلوقتي انت حد توقع لك بكرة. هيجي كزا مجاش. وانت داخل حافظه. هتعمل ايه? هيجي لك حانا نفسية اكيد. هبوط. هبوط في بقية اللي امتحان. حتى لو انت بتعرف تكتب. حتى نفسك قبط. طب ليه? ليه? انت كل ما تفضى. انا نصيحتي لحضرتك النهاردة الفترة اللي فضل لك. كل ما تفضى شوية من المذاكرات. المذاكرات بتاعتك. قعد ماشي ايدك في الكتابة في الموضوعات. اقول لك مجموعة موضوعات. او عندك الموضوعات. او اقرى بس. اقرى بس الباراجرافس اللي عندك. الموضوعات اللي عندك. تمام? طيب. يبقى انا دلوقتي عايزك تماشي بدل ما انت عمل تجري ورا ايه الباراجراف اللي جاي? لأ. ماشي ايدك في الكتابة. الكتابة مش اعجاز يعني. هيدي لك اتنين تختار واحد. اكيد في واحد تعرف تكتب فيه. وجملة عامة وجملة تفاصيل. يعني انت معنا كده النص الكتابة. انت في ايدك. لو انت مزاكر جمل. مش مزاكر هتكتب. طب السؤال بس عايز افكرك بسيخته عشان فيه ناس ناس يا الصيغة. عن ايه? لأ الاول او ايميل. ايه ده? ايه ده? ايميل ايه يا مستر? يا حبيبي ايميل مش بتاع زمان بقى اللي هو قصص الطاول الفرواز وبتاع. لا هو الباراجراف اللي انت بتكتبه الجميل اللذيز كده بالبلج اهو. تمام? بس في الاول خالص هتقوله دير فلان هو يقول لك اكتب ايميل لفلان. يبقى دير عمر. اكتب لي يا عمر. انت اسمك اه اي اسم? اه يورز المخلص وتحتها الاسم اللي مدهونك. وحنزود بس جملة في الاول لازم مقدمة. لما اتكلم مع حد لازم اقوله ازاي اتعمل ايه? بس حاولي ويا عمر زهل اقوي. وفي الاخر ما اقوله ما اسكتش كلا مرة واحدة اقوله باست ويشيز مثلا. باست ويشيز مع امنياتي. وفي النص تكتب الكتابة اللي انت متعودها الباراجراف الجميل بتاعك الجميل اللي انت متعوده. طيب. اباوت وان هندرد. لا ده مش وان هندرد. وان هندرد تواني. مية وعشرين كلمة. اه طب وانا هقعد اعدك كلمات انا اه عايز افكرك هو هيديك مساحة متسطرة جميلة تكتب فيها. ما تسيبش فيها سطرة. سيب سطر اي لا ما تسيبش ده ايا السطور واسعة وجميلة. اتنين المساحة املاحة اللي هو متدالك بسطورها. انا لما كان السؤال لما كان السؤال بيجي. اه قبل البوكلت كنا بنقول للطالب لو سمحت يا ابني اكتب لي صفحة ونص واسيب سطر. صفحة ونص وايه? واسيب سطر. قديني بقولك محدش عارف الظروف بكرة يمكن. مش يمكن بس اهو بقولك يعني. طيب. السؤال بكم درجة مستر سبع درجات ممكن يتقفل اه بس حاول ما يبقاش فيه اخطاء جرامر واسبيننج. حاول تستخدم فكاب عالي. يعني ايه عالي? يعني بلش الجمل اللي هي ايه? فلان بيروح المدرسة يتعلم. فلان بيروح المدرسة يزاكر. لا. يعني نستخدم كده افكار عالية. جرامر خلي بالك. خلي بالك. افكار عالية. و اه فكاب عالي. طيب. جميل لغاية كده. ممكن اقفل في الحالة دي. اه طبعا. اه انا اه بتكلم طبعا قدامي مستوات اه يعني محدش مثلا ايه. طب انا مش عارف ايه. لا احنا من كانت في مستويات مختلفة. اه 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 في اقفل في تاني هيهتم بالجرامر والسبيلنج واوه هيعلم. طب. تعال بس اللي قدر بس اقولهولك بقى لو انت تقدر تمشي ايدك في الكتابة تعمل ايه? عايز اقولك ان انا بتوقع بقى ايه? انه لما بس 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 بتوقع ايه خلي بالك. انه يربط لك موضوعين ببعض. يعني ايه يربط لي موضوعين ببعض? يعني ما يقولكش اتكلم على تكنولوجي ويسكت. لا يتكلم قولك اتكلم مثلا على تكنولوجي واخد بالك او الحاجة كده تكنولوجي او زي الانترنت او تابلتس عارف التابلتس اللي توزع في المدارس وكده. اه اهميتهم في ايه? الاصلاح التعليمي. اه ممكن يأثروا ازاي على ديستنس ليرنج. ديستنس ليرنج اللي هو التعلم عن بعض. المدارس في المستعبل. تمام? يبقى انت الوقتي هتفكر بالطريقة دي. تعمل انه 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 طب وده يا صعب يا مسهل. لا يا حبيبي ده كده اسهل. انا بقولك تكلم على تكنولوجي ويبقى انت اه هتبدأ تتكلم على تكنولوجي. طب لما يروح بدخلك معها ايه? يبقى تكلم على تكنولوجي. وبعدين دخل معها بقى تأثيرها على. ده انا كده هي. ده انا كده بديلك فرصة تفكر اكتر. تفتح مواضيع تانية. وهكذا ديستنس ليرنج انتعلم مع البعد اللي هو احنا فيه دلوقت اللي هو انت قاعد في مكان وانا في مكان. وعن طريق النت. وتفتح مجال بقى المدارس في المستقبل. انت فاكر فيها ايه? تموحاتك فيها تبقى ايه? نفسك. كان يبقى فيها ايه وما شوفتش. طيب. لو قلت لك سوشل ميديا. اه. سوشل ميديا وسائل الاعلام الاجتماعية. اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. اللي هي ايه? يعني في الاخر اللي هي. اه الفيسبوك. وا 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 وا. اه. مواقع التواصل الاجتماعي. هي هي. تمام? بس مش هسيبك كده. لا. اقول لك على قطر ايه دلوقتي? المجتمع. او المعلومات الموثوقة. يعني انا لما ادخل على موقع او ادخل على حلقة انا الفيسبوك ده باخد انه كل المعلومات الموثوقة. لا. لا. ده في كلام كتير فيك. في كلام كتير مش مزبوط. ما عرفش مصدره ايه? اه. يبقى انت اه اه هربط. خلي بالك لما يقول لك تربط. يعني انت بعد كده انا بفتح لك ارض جديدة اجري فيها. العب. طب ممكن اكلمك على سبورتس. ممكن تمشي لك كده تكتب في سبورتس شوية. الرياضة. طب الرياضة بس. حلوة. طب ايه افرد قلت لك الرياضة اند. افكت بتاعها على ذايوز. تأسيرها عالشباب. او ذايوز. وان هم لازم يلعبوا سبورتس. دو سبورتس. رياضة. يبقى الشباب ايه اهميته في مجتمعك? ايه اهميته البلدة? والرياضة ايه اهميتها? وبالتالي اعمل لينك بقى دول لازم يلعبوا رياضة عشان يعملوا لينك. ممكن ادخل موضوع ازا افريكان كاب اف نيشنز. تمام? ازاي اثر على او بازاي اثر على سبورتس الرياضة? هنشجع رياضة اكتر ونلعب رياضة اكتر في البلد. ممكن اقول لك لو سمحت تتكلمني على الهيلث. بس وانت بتتكلم عليها لو سمحت علاقتها بايه? الحملات اللي عاملها البلد. وعلاقتها الانتاج. والتقدم واه واه الصحة. الصحة. طيب ممكن اقول لك التلوث. وبس لا وعلاقته يعني اللي هو ايه? ارتفاع درجة حرارة عالمية. تكلمها التلوث واللي احنا بنعمله. اللي بيخرج سي او تو. كاربون دايكسايد. الاشجار بنساش ده موضوع لوحده ده تريز الاشجار دي تقطعها بيقدل مين? بلوشن. يعني انا ممكن ما اجيب لكش بلوشن اجيب لك ايه? تريز الاشجار قطع الاشجار ده على مستوى العالم بيقدل بلوشن تلوث لانها الاشجار دي بتاخد ايه? سي او الورمينج او بلوشن او بالاتنين. ارتفاع درجة الحرارة. طيب اقول لك كلم على المشروعات الكبيرة. العاصمة الجديدة اللي بتتعامل. اتكلم على مدن الكباري. تمام? طب علاقتها بمين? مستقبلنا. المستقبل هتأثر عليه ازاي? الستيز هيتبنى حولها فاكتوريز. هيتعمل ايه? البيجز دي. الكباري دي. الروتز دي. ابدأ احكي. ايه هي تشارتز? الجماعيات الخيرية اللي في المجتمع. وتأثيرها على المجتمع. وازاي هما بيساعدوا ذابور الفقرة. وازاي زاريتش لازم يبقى لهم دور. دور. ناحية تشارتز وناحية البلد وناحية المجتمع. تمام? زاريتش. how to be employable. موضوع مهم اوي ازاي انت تكون صالح للعمل? ازاي يكون صالح للعمل? ان انا يبقى عندي كمبيوتر. ابدأ اتكلم. واجب لك علاقته ازاي يبقى الشباب صالح للعمل? اقول لك هكلي خطتك المستقبلية وازاي انت بيها تبقى صالح للعمل? اخر موضوع اه كان انتشر في الوسائل الاعلام. يعني برضو ايه? ناخد فكرة عنه ممكن مجاش في باراجراف يجي لك في ترجمة. اه بولنج اللي هي البلطاجة او اللفظ اللي اتقال كده التنمر. تنمر يعني البلطاجة. يقول لك البلطاجة اللي بتحصل مسلا. تمام? التنمر. لو جالك في الترجمة كده التنمر. التنمر. تمام? ارجو تكون استفدت بسرعة وتابعني ان شاء الله اي حاجة مهمة هخرج لك بفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلاق شكرا